اشتركوا في القناة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعض الرضا ولك الحمد على حمدنا إياك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الحبيب العظيم وعلى آله وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين أما بعد أنصيكم دائماً وأبداً بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آفة كثير مننا استنزاف الطاقات وقضاء الأوقات في الحكم على خلق الله كثير مننا يرى نفسه على قمة جبل يرى الناس في الأسفل صغارا لكنه ينسى أن الناس في الأسفل يرونه كذلك صغيرا لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعيناك إن أبدت لك معايباً فدعها وقل يا عين للناس أعين قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي ابن ماجا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني وأهم ما يعني الإنسان نفسه والاشتغال بالناس على حساب النفس هو الشقاء ذاته يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم وإذا رأيت في الناس عيوباً فاعلم أن فيك نصيب منها فالناس كلهم من مادة واحدة إنما يتفوت الناس في الخلال والصفات وفي المزايا والمعايب كل مريض كلنا مريض بهذا الداء وهو الحكم على الناس لكن هناك فرق بين من يعي أنه مريض وبين الذي يظنه يظن نفسه أنه على شيء كلنا مريض بهذا الوباء إلا أن بعضنا يداوي نفسه هذا هو الفرق أما المرض ففينا جميعاً والناس يتفاوتون عند الله بقدر معالجتهم لأنفسهم اللقاح موجود منهم من يأخذ به ومنهم من يدعو هذا المرض يسري في بدنه وهو مرض الحكم على الآخر بالطبع وإن كان ولا بد من الحكم يكون الحكم على الأفعال لا على ذوات الناس فلا يمكن لك أن تقزم إنساناً فقط في عيب من عيوبه أو في ذنب من ذنوبه لأن الأصل كل إنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم عنده كرامة لأن نصفه جاء من السماء تلك الروح التي في جسدي هي كرامته وهي طاهرة وإنما وقعت عليه المعصية حدوثاً لا أصلاً فالإنسان بريء بريء في أصله وإنما يعتريه العيب والمعصية وحتى الكفر فلا يمكن لك أن تختزل الإنسان في صفة سلبية من صفاته فإن كان ولا بد من الحكم فالحكم على الأفعال تحكم هذا الفعل كفر هذا فعل طيب هذا فعل غير طيب هذا الحكم في الدنيا أما الحكم في الآخرة فليس إلا لله إن الحكم إلا لله الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلف اختلفوا على الله قال الله للمؤمنين لا تحكم على الآخرين فالله يحكم دعي الخلق للخالق هذا السلوك هو راحة النفس عندما الإنسان يعيش بهذا السلوك يكون مرتاحا أما قضاء الأوقات في الحكم على الآخرين هو إتعاب للنفس وغالبا ما يكون الباعث العجب بالذات والكبرياء والحسد غالبا ما يكون الحكم على الناس صادرا من هذه الباعث السلبية فأين المرض في الحاكم أو في المحكوم في المحكوم عليه وبالتالي على المسلم أن يتطعذ بعيوب غيره هذا هو الأصل فإذا رأيت عيبا وكأنه مرآة يعني يخبرك على نصيب من ذلك العيب فاستفيد وإن استطعت أن تنصح فأنصح وإن استطعت أن تغير بالتي أحسن فغير لكن تبدأ بتغيير المنكر فيه في نفسك أولا لا تكون كأولئك الثوريون الذين يريدون أن يغيروا العالم إلا أنفسهم هذا المعارضة تكون نحن من المعارضة لكن عندما تعطيهم الحكم يقعون في المطبات التي لم يقع فيها غيرهم ممن انتقذوهم مسبقا ولذلك المسلم يستفيد من عيوب غيره ومن نفسه ويحب الخير للناس أجمعين إلا أن تكون قاضيا القاضي يحكم بقوانين حتى الشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يأتيه الخصمان فيقول أني أقضي لكم بما ظهر والله يتولى البواطن جاء حديث بمعنى أن أمرنا أن نحكم بالظواهر والله يتولى البواطن حكمنا للظاهر أما باطن الشيء مغيب عننا الحكم الحقيقي على الناس عند الله هناك وإن كان هذا الحديث مطعون في صحته لكن له شواهد تصحح معناه نقف عن الظاهر ولا ندخل في النيات ولا ندخل نحكم على ظاهر الشيء خاصة إن كان ذلك الشيء سلبيا معصيا أو عيبا وبالتالي إذا اهتم المسلم بنفسه أولا وأعرض عن عيوب الآخرين ولم ينشغل بهم كان في خير كبير لأن كثير من الناس يعذبون أنفسهم في الحقيقة يظنون أنهم يحكمون على الناس وإنما يحكمون على أنفسهم بالتعاسع فالمشغول الذي عنده قضية في الحياة لا ينشغل بالآخرين ينشغل بفعل الخير والذي هو مشغول بالخير قل ما يلتفت إلى الشر لأن الشر يصرفك عن فعل الخير نسأل الله عز وجل جعلنا من الذين يستمعون القول في التابعون أسنع ولك الذين هداهم الله ولك هم أولو الباب سبحانه ربك ربا بإزتا المعصفون والسلام على الموصدين والحمد لله ورب العالمين